ونبدأ من سد النهضة حيث تحشد مصر عربيا ودوليا لمواجهة العنة الإثيوبي في ملف السد المحور المصري وهناك طبعا مصر والسودان سواء الحقيقة هم بيحشدها في جميع الاتجاهات وغدا هناك اجتماع طارق على هامش الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب التابعين للجامعة الدول العربية طبعا في الدوحة لمناقشة طلب من مصر والسودان بشأن سد النهضة طيب ماذا تريد مصر والسودان من هذا الاجتماع في الغالب هناك اتجاه لإصدار قرار من الجامعة هذا القرار التوقعات والأنباء تتحدث عن قرار لهجته متصاعدة عن البيانات السابقة لجامعة الدول العربية وهناك ايضا تنبؤات وتوقعات وأنباء أنه ربما يكون في هذا القرار توجه لمجلس الأمن حتى احنا توجهنا اولا إلى مجلس الأمن ثم بعد ذلك عاد الأمر افريقيا بطلب من جنوب افريقيا وكانت جنوب افريقيا حينها رئيسا للاتحاد الافريقي الآن الملف ما يزال في الاتحاد الافريقي ولكن لا نتيجة طيب إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل كان هناك أيضا في محور مهم سواء داخل الجامعة العربية أو حتى داخل الأمم المتحدة مكون من العراق الأردن المملكة السعودية والمغرب هذا الفريق أو هذه المجموعة هي المجموعة التي طلب من وهي لجنة شكلت من الجامعة العربية طلب منها في الآوينة الأخيرة أن تكون فاعلة في نيويورك تعمل موضوع اللوبيينج يعني تقابل كل القائمين وكل المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة في نيويورك وبالفعل هذه المجموعة على مدى الشهور الماضية قامت بكل هذه المقابلات نتوقع أن يعاد تفعيل دور هذه المجموعة في المرحلة المقبلة وأيضا غدا يعني فيه توقعات بدعم واسع لموقف مصر والسودان في هذا الأمر هذا الدعم تقوده طبعا المملكة العربية السعودية الإمارات الأردن العراق يعني توقع الحقيقة دعم كبير من الدول العربية في هذا الملف